صباح الخير او مساء الخير يا برج الحمل. القراءة تكون ان شاء الله بازن الله للبرج الشمسي والطالع والزهر. طيب مبدئين كده عايز اشوف طقطك. طيب هذا الشخص لو بتسأل عن مشاعره فهو قافل تماما من ناحية الحب. من ناحيتك. يعني قافل مشاعره خلص ضدها. ومركز في نفسه وفي احواله وفي لبسه وفي شكله وفي المستقبل عموما. ممكن نقول ان هو بيتشافى من حاجة مر بيها. ممكن ممكن يكون هو صاحب العشر صيوف كمان. هو حاسس من ناحيتك بانك مش عايزه او انك اا او ان العلاقة دي فيها ملل مسلا. او انكم بتتخنوا كتير او بتتعاركوا كتير مسلا. اا في بنك واختلافات. ازا استعره هنا مهتم هو بنفسه قوي. هو عايز يتشافى هذا الشخص. عايز يتشافى من الالام. هو اخد عشر صيوف. هو اخد كمان ثلاثة هنا. اا ممكن يكون عايز ينسحب شوية من العلاقة فترة يعني من الوقت. اا بس يراجع نفسه ويفكر في احواله ويفكر هل يتقدم في العلاقة ام يتركها نهائيا مسلا. اا لكنه مهتم. مهتم ان هو عالفكرة هو بيرقبك. بس بيرقبك بطريقة اا صعوبة نية شوية. يعني بيعمل نفسه مشوى اخد باله منك بس هو بيرقبك. واما ممكن يكون هذا الشخص. عم بس عاشوف حاجة واحدة. هتخليني اعرف هذا الشخص. نيته ايه? الشخص ده سبحان الله انا عايز اعرف نيته زهرتلي دي. كمان خافي النية بتاعته. مش عايز اعرف له. هو زعلان منك. زعلان منك قوي اه. اه هو زعلان منك بالكوين والكينج. زهرت كده يا برج الحمل انت الشخص ده مش مديله اهمية في حياتك اا بالدرجة اللي هو عايزها. هو حاسس بانك مشغول عنه بالماديات. ممكن تكون لو انت بنت مسلا اا ممكن تكون سيدة اعمال. هو شعر بان انت او انت بص فلوس ماديات. بتفكر في الماديات بس. هو بص انت هو اختيارين في حياتك. الشغل مسلا وهو. فانت ماسك حاجة وسايب حاجة. ماسك الشغل ماسك اولويتك وسايب هو. سايب العلاقة كلها كده. تيجي زي ما تيجي. اللي عايز يهتم يهتمش. عايز يهتم يهتمش. عايز تكلمني تعالي عايز نخرج تعالي. لكن انا اكلمك اسأل عليك اا او اطمن عليك كل شوية. لا. او شايفك ان انت مش عايز اصلا تخش في علاقة. انت ممكن تكون في علاقة اا اصل فورق فوند مش لازم تكون علاقة حب. ممكن تكون علاقة صداقة قوية مسلا. فممكن يكون الشخص ده. هو يتمنى ان انت توافق على عرضه. مسلا لو عرض عليك عرض حب. ولكن ولكن هو حاليا شايفك ان انت مش بصصله اصلا. ليه كمان? هو زعلان منك عشان انت مهتم باعمالك. اا هو شايفك كمان شايفك بائس. واما شخص يائس من الحب. ويائس من انت ماسك كوبايتك ومش عايز تديه لحد. بص ماسك الكوباية. وحالس بالله ما هتدي لحد الكوباة دي. او ماسك الكوباية ومش عايز تسيبها. اا مش عايز تدهاله. عندما ماسك كوبايتك بص ومش عايز تديله كوباية. وباب يقول لك هات الكوباية. طب هات الكوباية تب نبذل الكوبايت. يعني انا اديت كوباية ايه وانت تديني ايه? كوبايتك. انت تقول له لا يا عم انا هديتكم بايز لحد قبلك خدها وطار. وصعدت الورقة عمالي يعمل مني. ازاي يا برج الحمل ان انت مجروح قوي مش منه ممكن تكون مجروح عموما من علاقات صديقة نفسي. مش بقول لك. لا الورقة كان مقلوك كمان هنا ده الورقة تشعلب مني للأسف. كنت ورقتين بس الكلام تشعلبين يا رب بيكونوا ورقتين اه تماما. شايفك ان انت بتفكر بطريقة ملل. ملل. بتفكر عبال ما تدي له كوباية مليون سنة قدام. يعني عبال ما تفكر انك بص. انا بقول لك اهو انا قلتها لك قبل ما ازهر الورقة. عبال ما تفكر يا برج الحمل. انك تسلم الكوباية دي ليه? وتدي له على الحصان وتتحرك. بص دي واحدة عادة عقرسي. مش رادية تتحرك. عبال ما تبقى تجيب الحصان من استابل. وتاخد الكوباية. وتروح تقول اخد الكوباية بتاعتي يكون فات تلاتين سنة قدام. يكون الشخص ده تجاوز وعنده دلوقتي رمي وياسين. او البنت دي تجاوزت وعندها تلات عيال دلوقتي. فشايفك بطيء بطيء او بتحسب زيادة عن النزوم. شايفك مكتئب. لان تهرمت كمان معناها شخص داخل كده في تساؤلات وكرئاب مش لطيف. شايفك ان انت بائس من الحق. عشان كده هو زعلان منك. شايفك ان انت مختار الشغل ومختار ان انت تبقى مهتم بقى اعمالك عنه. ما اخترتوش هو اخترت شغلك. هو شايف كده. شايف ان انت مش مختار ومختار شغلك. هو مختارك. لذلك هو مكرر انه خلاص بقى. ده منت كمان مش مهتم انا كمان مش ههتم. ههتمي بيك ليه? انت مش مهتم. انت لو مهتم ما كنت عرفت. فالشخص ده يعني هو برج هوائي. اعتقد ممكن يكون برج الدلو. بص الكارتين دول كمان هو ده كمان بيهرموز لبرج الدلو. الشخص ده قرر انه هيوقف دلوقتي المشاعر او ازهار المشاعر. لو كان بيهتمي بيك هيوقف. ولكن هو في ذات نفسه معتبرك نجمة في السماء برضو. يعني هو برضو انت بالنسباله النجمة حلوة او يبتلمع في السماء وعايز يخدها. بس وهو حاليا البيجو فوند بينكر مشاعره. حاليا قافل على مشاعره وبينكرها. هو كمان خايف. اللي تقول انت كمان مش مبادلو. انت مش عايز تديلو كوباية. مش عايز ليه مش عايز تديلو كوباية. انت خايف منه ممكن. بس خلي بالك انه قرر بيزهق يا برج الحمل. لانه تفكيره الداخلي الموت. تفكيره الداخلي انه عايز يمشي. اه خلاص بقى هو تعب. هو زر الشخص ده انا بقول لك انت اه في علاقة اه كنت في علاقة صداقة طويلة. لي مش علاقة قصيرة مسلا. مش شهر شهري لا دي سنة سنتين ثلاثة. وعايز الشخص اه بدأ ينجزب ليك الفترة مسلا الاخيرة. وعايز بقى يسلم الكباب ده عدوين تقول له يا عم. انا عمدي شغلي واولوياتي وحياتي. انا مش بتاع حب. انا مش بتاع جواز. حاجة من هذا القبيل يعني. فهو مشاعره اه اه او بداخله ما بداخله الان ان هو عايز ينهي هزي العلاقة. مش عايز ياخد خطوة تاني. خلاص بقى. يعني هو على مشارف النهاية. اللي هيزهره ليك اللي هيزهره ليك انه محتاجك. خلي بالك هيزهر ليك ممكن ينزل بوستات على الفيس انه محتاجك اوي في حياته. وانك اطعت فيه اوي. اعتقد انتو ما بتتكلموش. لان هو شاف ان العلاقة في الفترة دي يعني علاقة سكتة. يعني انتو مسلا خلينا نقول ما فيش انفصال. طبام? هو مش انفصال. بس انتو الاتنين خبطوا ببعض. مسلا هو قال لك لاب انت مش عايزني. تقول له مسلا انت بسيب نفقر. طب كزا في السبق ومشي. مسلا. عاوني على الحوار اوقف الحوار لغاية هنا. لكن انتو بتشوفوا بعض. اا من بعيد لبعيد. بتكلموا بعض بس كلام خفيف قوي. فما يزهره ليك هيزهر ان هو محتاجك. وعايزك. وهو فعلا محتاجك وعايزك. هو بيحبك على فكرة. بيحبك. وهيزهر. احتمال يكون هزو الشخص كمان. اا الشخص ده على فكرة اا عايز اقول لك على حاجة. انا خايف يكون الشخص ده بيحبك لدرجة. اه كنت متأكدة. بص بقى برك الحمل عشان تبقى فاهم انت بتتعامل مع مين. اا الشخص ده عنده تعلق بيك. وممكن نقول تعلق مرضي. اا يعني انا احيانا لا 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 احبب التعلق المرضي في العلاقات العاطفية لانه هيؤدي الى الفشل في يوم الايام. لكن هزا الشخص انظهر لك ان هو عادي وبتاع ومش هممني وكده. يعني في يوم الايام يعني. الشخص ده مرتبط بيك ارتباط غريب شوية. ازاي? اا لما انت ما بيبقاش معاه. حياته اليومية بيبقى فيها زعل وحزنة وكقابة. وبيبقى ماشي كده عم زيت تاية بص. مجروح. وحياته زفت. ومش تاقي الناس. ومش تاقي الشغل. ومش تاقي حتى عيش اليوم التلات. مش تاقي اي حاجة. فهو اللي هيظهر لك هيظهر لك ان هو عايزك. لان هو بيعتبرك الشمس اللي في يومه. الشخص ده بيحبك بجد تجربك الحمل. وممكن تكون انت خايف تدي له الكوباة لانك خايف من علاقات سابقة مسلا. او حاجة. او انت بقى لك فترة كبيرة قوي. متم بشغلك. وحاسس بان الارتباط مسلا هيعطلك. لكن هذا الشخص. بالفعل بيشوفك الشمس اللي في يومه. بالفعل. لكن هو في دماغه. او عايز ينهي الموضوع. بس هو حاسس بخسارة. حاسس بانه هيخسر. كمان. يعني حتى ان هو نهى الموضوع فهو حاسس بانه يخسارك. هو مش عايز يخسارك. مش عايز ينهي اصلا. بس هو حاسس ان هو تعبان. هو ما بين نارين زي ما بيقوله. اا مش عارف يا ينهي يكمل ولا يفضل واقف في مكانه. فهو مرتبط بيك ارتباط اا غريب جدا. ان هو شايفك ان انت اا ان كنت معايا فانا الدنيا دي جنة. خلاص. ان جنتي خلاص وصلت. ان كنت مش معايا ومديد اهرك. فانا شخص تعيس وباقس والناس حواليها كلها زفت زفت زفت. فهذا الشخص يتعبان على فكرة وعنده حاجات في الشغل مش لطيفة كمان. عنده حاجات في الشغل مش لطيفة. فهو هو خد تلات صيوف. ممكن يكون الشغل وانت وحاجة تانية مسلا. فخلي بالك بقى ان هزا الشخص في حياته متقلم. آآ بعيد عنك طبعا. طب تعال كده يا برج الحمل انا هساعدك. انا هساعدك والله عشان انا بحض برج الحمل. فانا هساعدك يا برج الحمل. هساعدك في ايه بقى? في ان انا افهم انت ليه مش عايز تديره كوبا ايه? لازم اوصل واعرة في برج الحمل. مش عايز يبدي كوبايا ليه للشخص اللي يحبوا. بص 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 يا نهار. آآ برج الحمل آآ الورق طار طار مني عشان اعرف انت مش عايز تديره كوبالي. بس اعتقد ان انت آآ مرعوب من الحب يا برج الحمل. ان الورق طار بطريقة غريبة يعني. بس اعرف يعني اعرف. والله اللي انا عارف انت عايز يستعرفني. بس اعرف. شوف يا برج الحمل مش هزيدي كوبالي. آآ انت بتخاف من الحب ولا ايه يا عم برج الحمل? انت عايز يست الكوبايا هو? انت خايف. انت بتعمل مع حد برج الجوزاء او صول ميد. ده صول ميد يا برج الحمل. ما تخافش. طب خلينا نشوف تاني. لماذا يا لا تريد انك تديره كوبايا? الله 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 لا. طب ما ده هكتديره كوبايا هو? تضحك علينا بقى ولا ايه يا عم برج الحمل? ده انت ده ايه ده انت بتحبه قوي على فكرة? انت منجذب له جدا وتحبه قوي. بس انت انت مستعد ان انت تديره الكوبايا بالفعل. انت ممكن تكون مسلمه الكوبايا بالفعل. بس مش مهتم بيه. اه انت انت بتحبه بالفعل وفي العلاقة. بس هو شاعر هو بقى اللي شايف تقريبا ان انت مش متديره الكوبايا اللي هو عايزه. هو عايز كوبايا تانية. انه انت سلمت كوبايا. بس هو عايزك تهتمي. تتكلم معاه. تخرج معاه. تهتمي بيه. مش هادك انت مش مهتمي بيه. بقى المسألة دي مسألة اهتمام. هو شاعر بانه مش مش مالكك قوي. يعني مسلا ما انتش معه قوي. ما انتش حبيبه قوي بس. احضرني قوي حسسني بيك. اه ده انت انت بتحبه قوي. وانت مسلمه حياتك كلها يا عم. بتحبه قوي ده احسن كرتين دول عندي انا بالتعديد. وهو كمان على فكرة تبتعالنا نشوف بقى هو بقى خافي مشاعره. احنا هنعرف له مشاعره دلوقتي. عايزين نعرف مشاعر الشخص ده ايه? اتجاهك. هنعرف برضو هو كمان انا هنعرف له مشاعره قوي. بص هو هو معجب بيك قوي وهو كمان عايز يديك كوباية بس عايز يديك الشخص ده على فكرة يا برج الحمل ممكن يكون انا مش عايز اقلب القصة ضده بقى لان كده بدأنا اللي اللي بالقصة ضده بخلينا شوف خلينا نشوف طيب هو صادق معك دي اللي هتأكد منها وممكن اقلب القصة بقى لان صادق صادق جدا كمان? جدا. طيب بص يا برج الحمل. هذا الشخص اه مشاعره اه الشخص ده حاجة من الاتنين يعني. يا ما هو فعلا بيحبك ولكن هو مش متأكد منك. او انه شاعر بانك مهتم بشيء اخر عنه. فهو زي ما يكون بيعمل احتياطاته. بمعنى. لو انت مش عايزني فانا همشي. هاخد بعض يومشي. هو عنده استعمده انه يمشيه في نقطة واحدة بس لم يتأكد ان انت مش عايزه. هو حاسس بان انت مش عايزه. او مش مهتم به. مش متديله الاهتمام اللي هو بدور عليه. هذا الشخص بيحب الاهتمام. بيحب الكلمة الحلوة. ويحب زي ما يعني يحب الانسان اللي معي يحسسه دايما ان هو موجود حواليه. فانت زي انا شايف ان انت بتحبه. فخلاص بقى اديله الاهتمام بقى. او شايفك ان ان ماسك الكوباية لوحدك. يعني ايه الكلام ده? يعني مرة بتديله كوباية ومرة لا. من الاخر. انت بتحبه بس مرة بتحسسه ان انت بتحبه. ومرة بتحسسه ان انت عادي عنده. او مش مشكلة. فهو بيفتقدك في النقطة دي. لكن مفيش مشكلة صريحة اقدر احط ايدي عليها بصراحة في القراءة دي. يعني ما قدرش اقول لك انه بيخونك. او ما شخص بيلعب بيك. هو مش بيلعب بيك. بس هو شخص اه ما بيحبش اللفه دورا. هو شاعر بانك بتلفه الدور. او قاعد حتة لوحدك ومش عايز تديله الكوباية دي. كوباية ايه بقى? مسلا ممكن تكون كوباية الاهتمام. اه كوباية مسلا انك تسأل عليه. لان شايفك ان انت مهتم باعمالك. فشوف انت اه يعني مش مش عايز اقول ايه يعني ايه اللي نقص ولا لا. في طبخة بتبقى نقصة ملح. في طبخة بتبقى نقصة في الفلسفود مسلا. شوف انت بقى اللي نقص يعمل. طب خلينا نشوف العزاب. جاي لهم ايه? انتوا جاي لكم حد من الماضي ممكن. جاي لكم حد من الماضي ممكن. اه يا حد من الماضي يا حد بيرائبكو عالسوشيال ميديا. اه وهزا الشخص اه في حاجة حلوة قوي فيها هزا الشخص هلو بكرة. شخص ده بيرائبك عالسوشيال ميديا بجد. في حد اه عالسوشيال ميديا بيرائب هو بيرائب مجموعة ناس بصراحة. وشكله عايز يرتبط ويدخل في علاقة. وزي ما يكون لقى الكوباية اللي هو بيدور عليها عندك انت. الشخص ده يعينه عليك انت ومش راضي باي كوباية تانية غيرة كده. فهو ايجي لك تقريبا وهيكلمك هيصرحك بمشاعره. اهو ده هو اه ده حد من الماضي. خلاص كده عرفت حد من الماضي. ده الوراتين دلتاره. حد من الماضي هيكلمك تاني بيرائبك. ودي بتسعين في المية حد من الماضي. هيرائبك هزا الشخص وبيرائبك وحاليا وهيجي يقول لك مثال خير انا عايز ارجع. انا بحبك وعايز ارجع لك. فشوف انت هتعمل ايه بقى برج الحمل. اه بس هش الشخص على فكرة بيرائبك اه جامد اوي 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 وبيفكر فيك اوي. ومش عايز حاجة غير ان هو يقدم لك الكوباية تانية. شكرا يا برج الحمل ويرابك لكل عزيزة.